قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع لا يبغضها لنقص فيها فإن النقص أصل في الإنسان وهو في المرأة أعظم بل من حق الزوجة على زوجها أن ينظر إلى محاسنها وأن يعظم محاسنها في عينه وأن يغمض عينه عن نقصها يقول الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال رضي غيره رواه مسلم في الصحيح يعني لا يبغض زوجته لنقص فيها فإنها لا تخلو من أمور حسنة فلينظر إلى الأمور الحسنة التي تجعله يحبها ويكرمها وقد يجعل الله له في ذلك خيرا عظيما وقد ذكر أن والد الإمام مالك رحمه الله تزوج امرأة فلما دخل بها لم تعجبه وكانت امرأة صالحة زكية فلما رأت منه النفرة جلست عند رجليه وقالت إن لم يعجبك منظري فلعل الله أن يخرج لك مني ذرية صالحة فاحتسب وأبقاها فولدت له الإمام مالكا الذي ملأ الدنيا علما ولا زال الناس يتعلمون من علمه رحمه الله وحبه من الإيمان حب أئمة الإسلام من الإيمان ومنهم هذا الإمام العظيم الإمام مالك بن أنس نحبه ونتقرب إلى الله بحبه ونحب أئمة المسلمين فقد يكره الزوج من زوجاته شيئا فليصرف بصره وثكرة إلى ما فيها من المحاسم التي ترغبه فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر